صباح الخير من الجديد رح نتعرف هلأ على مشروع اسمه بلدك يهدف إلى تصلية الضوء على الفنانين ورسمين الجرافتي بالتحديد هالفنانين حبوا أنهم يورجوا ويظهروا إبداعاتهم على الملأ وبنصف الشارع رح نتحدث أكتر عن هذا الموضوع بالبداية نرحب بلبناء الجقة مديرة برامج بمسرح البلد أهلا وسهلا فيكي برزان مبيضين كمان مديرة إذارية بمسرح البلد وأيضاً نرحب بفنان الجرافتي وسام شديد أهلا وسهلا فيكم كيف حالكم؟ أهلا وسهلا شرفتونا بالبداية نبلش معاك لبناء فكرة عمل هذا المشروع مشروع بلدك احكي لنا عنه أكتر بالتفاصيل وكيف طلعت الفكرة؟ الفكرة بلشت من أصدقاء ومتطوعين مسرح البلد اللي الشارع نفسه بيكون جزء مهم بشخصيتهم وذكرياتهم ومستقبلهم وكل إيش بيحبوه إنه كيف نقدر نحتفل بهذا الشارع اللي فيه كتير محلات مسكرة ومعتمة ووسخة من خلال الفن والموسيقى فقررنا أنه نجتمع بأكتر من ميتنج من اجتماع عشان نناقش أكتر كيف الفكرة ممكن تكبير وكيف ممكن نطورها مع الفنانين اللي منعرفهم من فنانين جرافيتي وفيجوال أرتس وشتاء أنواع الفنانين اللي منعرفهم وفعلاً اجتمعنا وعملنا تورز بالمنطقة اللي هي ساعدت فيها رزان لنقدر نستوحي شكل الفن اللي ممكن يطلع معنا واللي هو طلع مبارح من القصص والحكايات والناس اللي عايشين واصحاب المحلات والديتيلز التفاصيل الصغيرة اللي موجودة بالشارع أكتر إشي نحنا كنا عم نحاول نوصله للناس هي فكرة الفن الجميع كنا بدنا نعمل احتفال عفوي من خلال الفن والموسيقى بالشوارع اللي هي إلنا بالنهاية لنوصل فكرة أن الفن متوفر ومنقدر نشوفه ونحسه ونشارك فيه هو بمتناول الجميع بمتناول الجميع وموجود دائماً ومش مضطر أروح على مكان معين أو يكون معاي مبلغ معين أو أكون من طبق اجتماعي معين حتى أقدر أستمتع وأكون جزء من هذا الأشيء حلو طيب رزان يعني إذا بتقدري تحكي لنا كيف حولتوا هالفكرة اللي اشتغلتوا عليها لحتى تورجوا كل المواطنين الأردنيين بلشت بشارع مسرح البلد أنه حولتوها إلى أرض الواقع هاي الفكرة أنقلينا الأجواء أكتر كيف كانت مبارح؟ كان مبارح بحكيان حالو قدما كان حلو كان الناس متفاعلين كتير بلشنا إحنا من يومين على الحيطان نرسم ونعبي يعني ألوان يعني عن جد نضوي الشارع كان عن جد لون رومادي بالنسبة إلي صار هاللأ فل يعني فل يعني كيف كان الشارع وكيف صار؟ كان عبارة عن مخازن مسكرة زي ما حكت لبنها بور يعني كنا نشوفه نمرء من جنبه مالي لمح أي منظر حلو يعني كنا ننبسط إذا ورده طلعت على مخزن فوق يعني عن جد هك يعني شوفي هاي ورده وين طالع إيش زي هيك بس هلأ عن جد يعني مش عارف وين أطلع يعني مبارح بالليل بقول مش مصدق وأنا أوصل المسرح عشان أشوف نتاج عملنا نتاج شغلنا قديش كان كتير حلو تاج الناس اللي اشتغلت معنا كل بني آدم إيجا مبارح كان إيجا دور إنه يضيف لمسة على الشارع طيب وسام كمان برحب فيك يعني زي ما حكينا الفن اللي كان غالب على المشروع مشروع بلدك مبارح هو الفن الجرافيتي فحكينا إيش هو فن الجرافيتي بالبداية هو فن يعني مش كتير قديم يعني بداية الجرافيتي كانت نهاية السبعينات وأول التأمينات نعم وكذلك منعرف أنه بدأ في أمريكا أو بنيويورك من هناك انطلق الموضوع وصارها لكل مكان بالعالم يعني شو هو طيب؟ هو عبارة عن فن ممكن واحد أنه يعبر عن عن اللي بحس فيه ممكن أنه عن طريق هذا الفن يبعت أنه يكتب مسيجات ووصلها للناس والحلو بفن الجرافيتي أنه موجود بالشارع مش محصول في مكان معين ولا لناس معينين ممكن أي حدا بالشارع بالمدينة اللي احنا فيها يشوفه وهذا الأكثر شيء حبيته بهذا الفن وهو بنرسم على الجدران على الجدران على الخشب على الواح على بواب محلات كل مكان بنحط هذا النوع من الأرض وهذا أكثر شيء حبيبني في هذا الفن ممتاز طب أنت كمان كنت مسؤول يعني أنت صاحب آخرين نقول فكرة بأنه ترسم والجرافيتي على الفن فكرة أنه يكون فيه جرافيتي من رزان ولبنى هم الاقترحوا الموضوع وحكت معي لبنى واجتمعنا مع بعض وقررنا أنه نرسم ونعب بالشارع نلونه أكتر ونضيف ألوان لأنه بصراحة كنت وصلت مع الفنانين أنا بالضبط يعني أنا بعرفهم كلهم وأنا يعني الأتصال دائما مع بعض ودائما نعود ونرسم مع بعض فأنه بعرفهم كلهم حالو كم فنان كان مشارك مبارح من دراسة والله يشوف نحن كنا مخاططين أنه يكون له ستة اللي نشتغل على المشروع كله كيف صاروا هالكمية هاي ما بعرف يعني صار يجينا ناس وصار يجوا لحالهم يعكول لهم نرسم ونحكي لهم هاي الاسبري موجود هاي الادهان موجود وصاروا يعني صار العدد يعني وصل تقريبا 15 بجوز أو أكتر هلأ الرسم كان بلحظتها ولا كنتوا مشتغلين لا أولئي شي يجهز احنا قبل عشان صعب ننجزوا في ناس حولينا طبعا فأنه بلشنا قبل بيومين ثلاث هيك شي نعم أنجزنا طيب لبناء يعني زي ما حكيتوا لي أنه الشارع والرسم على الجدران وعلى المخازن يعني بكل مكان بهذا الشارع كان فيه إلو علاقة وكان في إلو علاقة بالقصة تاعت الشارع والأصص اللي بتصير بهذا الشارع فإحكوا لنا كيف جسدته من خلال الفن الفكرة أنه اللي عم نحاول نوصلها أنه الشوارع مش بس شوارع وطرق من مور فيها كل يوم هي أصص وحكايات ناس ومحلات وناس بيمروا فيها كل يوم السكتشات اللي اشتغل عليها ويسام مع الفنانين والفنانين التانيين اللي أنا توصلت معاهم هي إلها علاقة بهاي الأصص ممكن يكون بشكل مباشر وبشكل مش مباشر يعني في سكتشات من الأشياء اللي عملت على الشاترز وعلى هذا بتمثل شخصيات كتير صارت معروفة بتكون بهذه الشارع وكل حد بيعرف هذا الشارع بيعرف هذول الشخصيات وانتو نقلتوا هاي القصة للفنانين لحتى يقدروا يرسموها طبعا حكينا اشي من الأصص رزان اجتماعنا مع الفنانين قبل فترة قريبا قبل شهرون وقلنا لهم بدنا نلفلكم لفة عشان تتعرفوا على الأصص اللي بالشارع مش بالمسرح باس بالشارع اللي تحت اللي فوق عشان يستوحوا الفن طبعهم من الأصص فواحدة من الأصص انه مش أصص هو انه يستوحوا فن رسم السيمبل طبعون الصم البوكم بالطريقة اللي غرافيتية لأنه في مركز للصم البوكم اللي هو بأول الشارع نعم وقصص المثال النجاريين يعني مش قولنا في ناس فنانين انهم بعملوا عفش منزلي بطريقة كتير بسيطة في نجاريين استخدموهم وهيك أصص طيب إحنا هن عم نشوف مبارح كيف كانت الرسومات اللي موجودة بشارع هذا الشغل الوسام مسرح البلد هذا كان مبارح هذا شغل الوسام طيب احكي لنا أكتر عن شغلك حلو كمان هذا الشغل شكرا هذا في محل اشتغلت على هذا المشروع قبل شهر هيك شي ويعني فريش لسأته الشوال وهو عبارة عن محل يعني السوبر هيروز وهيك فأنه رسمت لهم هذه الرسمات اتعبر عن نوع المحل هذا الشغل لشركة شركة شركة ويعني هاي البروجكت اللي عم بشتغل عليها مشاريع اللي هي الجرفيتي وهي نفس الشي اللي هي باك مان الجيم من الأيام التمينات هاي بردو يعني هاي بردو رسمة انت بتسمها كلها على الحيت هاي موجودة طيب ايش الأدوات اللي بتستخدموها أنا بحب أستخدم السبري كانت وإش يعني شو الخيارات اللي موجودة ممكن الادهان العادي العمل شنو والبرش حسب اذا مثلا في لون مش متوفر في السبري بطر ان استخدم البرش انه ما فيه كثير فرق طيب هو فن صعب ولا بستطيع انه اي شخص هو لازم الواحد اول اشي يكون في عنده باكراوند او انه عنده عنده خلفية بالرسم يكون شاطر عشان نقدار يرسم لانه مش سهل الموضوع ممكن نعمل رسمي على ورقة صغيرة بس بصف المرحلة انه يجي نقول الاسكتش على الحيت هون بيكون في شوية صعوبات بس مع الوقت كله بيصير اوكي يعني بمشي الحال طيب هون بيصدفة للفن والفنانين لحتى نسلط الضوء ايضا يعني بتوقع كمان هذا له ابعاد انه نسلط الضوء على الفنانين انه احنا في عنا ابداعات عديدة وهذه الفنانين انهم الحق انهم يظهروا ابداعاتهم وحتى ايضا يربط المواطنين لما يمشوا المواطنين بهذا الشارع يشوفوا انه فيه فن ملفت ان الفكرة طلعت من مسرح البلد بس الفكرة مش شارع مسرح البلد هو شوارع شوارع عمان شوارع الأردن فمنحب كتير يعني كان يعني ما ما حدا فينا اتوقع انه يكون هيك هيك الروح الناس الموجودة نعم نشوف هون بالفيديو هذا هو كان بالزبط بالزبط هذولا الشابين اثنين على فكرة اصغر يجبوا مبارح وطلبوا مننا منهم نشارك ونرسل فاطلاهم نطلقوا هذا قبل الاحتفال كانت اتفال ساعة خمسة نعم فالحماس اللي شفناه عند الشباب وكل حدا مخلص من شغله او من جامعته او من مدرسته ويعمل يعمل فن على الحيطان وعلى الشاترز كان كتير محمس بالنسبة لنا وهذا بشجعنا انه نستمر اكتر ممكن نوسع ابتداء من مسرح البلد لمناطق حوالين مسرح البلد كبداية والهدف الابعد شوي الحلم انه نصل لبر عمان كمان للمحافظات واكتشل فيه مبارح شباب من السلط كانوا كتير مهتمين بالمشروع وطلبوا انه ننقلوا قريبا للسلط فممكن هاي تكون بداية انه ننشر هاي الثقافة وبس اهم اشي كان قدي الناس تحمس وقدي تفاعلوا مع الفكرة قديش الناس كانوا ونحنا عم نسا عم نشتغل يمشوا يعني يمروا بالطريق او بالسيارة او ماشي ويعطيكم العافية وشغل كتير حلو شوف عن خاضر ردد تفاعل الناس كانت كتير طبعا فيه ناس ما عجبها وفيه ناس عجبها بس انه يعني بشكل عام كان كان الفيدباك كتير لطيف صراحة فكرة كتير حلوة يعني مما انهم تقولوا فكرة كتير حلوة كيك ويسام انه لنا اكتر ايش الرسمات اللي عم تنرسم هلأ يعني فيه رسمات كتير صارت ومتنوع يعني زي هاي الرسمة وشغل هذا التلفزيون وفيه جواته زي ما انت شايفي سمكتين كان فيه شغل كتير حلو كان ارتست فناني اسمها لينا وفيه كمان فوتوغرافر زي ما انت شايفي عرضين كانوا صور لقلهم هاي الرسمة كمان هاي انا رسمت على فكرة انه واحد من الناس الختائر الموجودين بالشارع بيكونوا وزي ما انت شايفي انه كل كان عم بشارك والكل كان مبسوط والجو كان كتير رهيب كتير حلو كان يعني هدونا الناس زي مشاركين اجوا يحضروا الاحتفال وعطناهم سبري كانج وقلنا لهم ارسموا اصفوا انهم هم برضو عم بعملوا والكل عم بشتغل وكل عم برسم كان مبارح يعني كان الكل مبسوط كان حلو كتير يعني الاجواء كانت كتير لطيفة حلو كتير حلو انا بدي اقولكم يعطيكم الف عافية رزان ولبناء ووسام القائمين على مشروع بلدك ان شاء الله تتوسعوا فيه اكتر وان شاء الله هاي تقدروا توصلوا فيه لكل شوارع المحافظات الارجنية شكرا لكم ويعطيكم الف عافية اهلا وزالة فيكم شكرا لكم اشتركوا في القناة